السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم مهدي كحري في هذا الفيديو سأقوم بالتكلم عن إضافة الجديدة التي قامت بها بوب جي هي حزمة هذه الحزمات تضمن عدة أشياء يوجد صديق جزا الله خير في الفيسبوك قام بتحديد من هذه اللعبة لأنه في هذه الحزمة الأخيرة ضمت أمور تخالف العقيدة الإسلامية أضافوا في هذه اللعبة بوب جي أضافوا واحد الأشياء من بينها أنه من أجل الحصول على النقاط في بوب جي يتطلب عليك السجود لبعض الأصنام هنا هذه المعلومة أنا قمت بنشرها لكن أردت أن أتحقق من المعلومة قبل أن أنشرها رسميا الآن لاحظوا هذا الأخ السوري يعني أنا دخلت إلى يوتيوب وهذا الأخ السوري يتكلم عن هذه الحزمة هذه الإضافات ليس من باب التحذير لكن من باب أنه نشر المعلومة فقط لاحظوا هذا الأخ السوري ماذا يقول والإضافة اللي بعدها اللي هي جانجل أدفينتشر الجانجل أدفينتشر هاي مود جوا سانهوك إما بينزلك سانهوك كلاسيك عادي أو بينزلك مود هذا جوا سانهوك مثل ما كنت شايفين في كتر أصبها هذا الساحة هاي كأنه تبعت البوذيين أو هيك شيء أو الهندوس ما بعرف بالضبط أي ديانة أصنام بتقعد تسجد له يعني ما بعرف ليش هيك يا بب جي يعني طبعا أغلب اللاعبين بيعرضوا هاي الأفكار وعبادة الأصناف أصناف الأصنام يعني أم ترضوا أنتو جمهوركن اللي هو الهندي على حسابنا نحنا يعني هاي الأشياء نحنا عنا أطفال بيلعبوا هاي لعبين ممكن يتأثروا به هاي الأشياء بتمنى أنه من بب جي مويل تلغي هذا المود إحنا هنا لاحظوا يعني الأخ السوري هذا يعني يتكلم على هذا الأمر يعني لاحظوا أنه هنا عند السجود لهذا الصنم يعني كان يوجد واحد الدائرة الدائرة من أجل يعني عندما تقوم بإنهاء يعني العبادة لهذا الصنم تقوم بالحصول على نقطة يعني أمر واضح في الفيديو يعني أنا يعني أحذر من هذه اللعبة خصوصا في هذه الإضافات يعني هي أصرا فيها أمور يعني خلفها للشراء لكن أمور تخالف العقيدة يعني هذا الأمر لا ينبغي وهكذا كما قال إنسان مد معلومة بمصداقية يعني فيديو وإنسان يقدر يستطيع يعني يتأكد مع هذه المعلومة يعني هذا الأمر ما فيش كذب يعني هذا كل شيء وشكركم الحسن إصغاء المتابعة والسلام عليكم